طيب نهاردة كان في مسحة طبية زي مننا امير هشامي تكلم عليها وقال على تفاصيلها ويوم الأربع بإذن الله في مسحة بقى الأساسية اللي هي قبل المباراة يوم الخميس طيب نهاردة بقى عندي معاكم خبر جديد ومعلومة حصرية لكل السادة المشاهدين قدامكم طبعا دي لقطات حصرية من مقر البيعسة المسحة الطبية قدامنا أحمد رمضان بيكهم وعدد من اللاعبين جونيور أجايه والمعاناة المعاناة اللي بيواجهها جونيور أجايه مع كل مسحة طبية والترف والي يعني لسه كمان في مسحة يا من الأربع ربنا يقدركم كده ويقويكم لسه المشوار ان شاء الله في البطولة طويل شوية